موسيقى ظاهرة الإسلاموفوبيا تتفشى في فرنسا والمجتمعات الغربية بموازات انفجار أزمات مستفحلة في التعليم والعمل والأمن العام والخاص التيارات القومية المعادية للإسلام والهجرة توظف نتائج الأزمات وعدم الاستقرار على طريق صعودها إلى الحكم لكن الطبقة السياسية تماهد لها الطريقة في سياسة الحروب الخارجية وفي سياسة التمييز الثقافي والديني في مجتمعاتها نناقش آخر تطورات الانتخابات الرئاسية الفرنسية وموضوع الإسلاموفوبيا في برنامجنا اليوم ولهذا سيكون معنا في الشق الفرنسي الزميل قاسم عز الدين محلل الشؤون الفرنسية والأوروبية في الميدين أهلا بك قاسم إذن صنفت استطلاعات رأي فرنسا المرشح الجمهوري فرانسوا فيون وزعيم فرنسا غير الخاضعة جان لوك ميلانشون في المرتبة الثالثة والرابعة بين المرشحين للرئاسة التي تصدرها المرشح المستقل إمانويل ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان آخر استطلاعات الرأي توقعت وصول ماكرون ولوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات برغم تراجعهم الطفيف وفي الاستطلاع تمكن ميلانشون من مقاربة أرقام فيون بنحو 19% من نواي الأصوات هذا مع تسجيل تراجع الأخير بعد اتهامه باختلاس أموال عامة استطلاعات الرأي لاحظت نسبة كبيرة من المترددين لم تشهدها فرنسا من قبل شهد مؤتمر انتخابي لمرشحة اليمين المتطرف للرئاسيات الفرنسية مارين لوبان مناوشات واشتباكات بالأيدي ما دفع الشرطة للتدخل وإبعاد أكثر من 12 محتجا من اليسار وأخلاء قاعة المؤتمر وسائل علامة محلية قالت أن نحو 50 شخصا تظاهروا أمام المقر الذي كان سيعقد فيه المؤتمر الانتخابي في أوجاكسيو حيث رددوا هتافات معادية للجبهة الوطنية مدير حملة لوبان قال إن السلطات المحلية لم تقم بما فيه الكفاية لتأمين المكان وسمحت لما سماها بالميليشيات اليسارية المتطرفة بأن تفسد الحملة دكتور قاسم عزدين أهلا بك مرة جديدة استطلاعات الرأي في الحقيقة تشير ربما للمرة الأولى إلى تقارب بين المرشحين الأربعة الأساسيين في هذه الانتخابات ما الذي يعنيه ذلك بدايتا منحن شكرا طبعا الشكر موصوله بدرجة الأولى لمشاهدي الميادين الكرام هو لأول مرة منذ بداية الاستطلاعات يحدث إلى حد ما تقارب بين الأربع مرشحين رغم أن الاستطلاعات الرأي ما زالت تتوقع في الجولة الثانية أن يتبارز ماكرون ولوبين لكن كلما اقتربنا من بداية الجولة الأولى للانتخابات يمكن أن نشهد متغيرات وعلينا أن نراقب بشكل خاص هذا الأسبوع وقبل العملية الانتخابية الدورة الأولى بيومين أو ثلاثة فإذا استمر هذا المنح بالتقارب ربما يمكن أن نتوقع بحدوث مفاجآت على صعيد التسليم بأن الجولة الأولى سيفوز فيها ماكرون ومارين لوبين وهذا ليس ما يؤشر إليه بشكل مؤكد هذه اللحظة طيب قاسم استطلاعات الرأي أيضا تشير إلى أن هناك شريحة لبأس فيها حقيقة في المجتمع الفرنسي لا تزال مترددة في هذه الانتخابات أولا ما هي أسباب هذا التردد ثانيا التحول الذي قد يطرأ على هذه الشريحة هل سيكون له تأثير في نتائج الانتخابات سأعطي مثل واضي قد يوضح هذه الأسئلة الأمس جرى عرض تحقيق للشباب الفرنسي ما بين سن الثامنة الثامنة عشرة والخمسة وعشرين سنة واحد من أصل اثنين سيقاطع الانتخابات النصف الآخر الذي سيذهب إلى الانتخابات جزء كبير منه يقول أن عليه أن يذهب إلى الانتخابات من دون أن يعرف لمن سيصوت لأن المسألة بالنسبة له ضبابية لكنه مقتنع أن يجب عليه أن يسمع صوته في العملية الانتخابية الفئات أو قسم من هذه الفئات التي أيدت مارين لوبان هي ضد سياستها العنصرية كما قالوا المستجوبين لكنهم يتوقعون أن تأتي مارين لوبان لهم بوظائف في المصانع المحلية علينا أن نعرف أن متوسط الدخل لهؤلاء الشباب هو 400 يورو وليس أمامهم الآن كما هم من أي مستقبل مضمون بإمكانهم يعتمدون عليه للعمل هذه الحالة السياسية التي تمس الشباب وأننا نتحدث عن الشباب وخاصة في فرنسا حيث كانت دينامو المحرك للسياسة هم الشباب فهذه العينة قد تشير إلى ما يحدث الآن بالنسبة للسياسة بالنسبة للأزمات فرنسا وبالنسبة لمجموع المرشح ما المقصود بأي اتجاه؟ بأي اتجاه بإتجاه الانكفاء عن السياسة بإتجاه الانكفاء عن العمل السياسي بإتجاه أن لا يفهموا شيئا مما يحدث ومما يدور أمامهم وينتظرون شيئا يهبط بين السماء أنا أقول طبعا معظم الشباب الذين أداروا ظهرهم للعملية السياسية منذ عشرات السنين وقد تكون الأزمة السياسية مرتبطة بأزمة الدولة في فرنسا بأزمة اقتصادية ليس فقط الأزمة الاقتصادية هي أزمة سأعطيك مثل ملحم لم يعد هناك في فرنسا قطاعات مهمة ما نعرفه نحن في الشرق وما تربينا عليه من فلسفات عصر التنوير من فلسفات الكبرى إلى آخر لم يعود لها أي وجود في فرنسا جامعة السربون مثلا هي أصبحت بمعنى العلوم الإنسانية والتاريخ هي شقق متفرقة قد تكون أي مدرسة هنا في شوارع بيروت أرقى منها أو على مستوى أكثر لأن التعليم لم يعد يهم الطبقة السياسية والطبقة الاقتصادية لكي توظفه في عملية أكبر من ذلك لذلك يجري التهميش التام لكل معنى التاريخ لكل معنى الفلسفة لكل معنى الأدب وكل ما يربي الشاب على قيم ومنظومة قيم كانت معتمدة في الجمهورية الديمقراطية وهذه نقاط مهمة وخطيرة بنفس الوقت لأنها تؤثر أيضا على مكانة فرنسا في العالم وفي أوروبا خصوصا تبقى معنى قاسم لو سمحت مشاهدين فيما تتسارع مظاهر التنافس الانتخابية للرئاسة الفرنسية تبرز مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان في المراتب الأولى لاستطلاعات الرأي الزخم الذي تحظى به يستند إلى مواقفها من الهجرة والمسلمين بمواجهة لوبان ما هي مواقف المرشحين الآخرين قد لا يكون من المصادفة أن تعبير الإسلاموفوبيا استخدمه للمرة الأولى موظف كبير في وزارة المستعمرات الفرنسية عام 1910 كجوم ماري لوبان الدعي إلى ضم الجزائر والقضاء على حركة الاستقلال والتحرر الوطني لكن الإسلاموفوبيا باتت رياضة وطنية كما ينتقد أستاذ الفلسفة في جامعة دراسات العلية ألا باديو وهي رياضة مربحة تشترك فيها كبريات وسائل الإعلام فضلا عن نخبة فقدت بريق النخب الممتد من عصر الأنوار لعل هذا الاتجاه أخذ في فرنسا ما أطلق عليه حينها العداء للآخر الذي بدأه وزير الداخلية في حكومة جاكشيراك الأولى شارل باسكوا صاحب شعار فلنرهب الإرهابيين قاصدا أحياء المهاجرين في السياسات الأمنية اللاحقة لم تحد الحكومات الفرنسية كثيرا عن هذا المناخ على رغم من نقدها للطيارات الفاشية فكانت تصب الماء في طاحونها أزمة التعليم والبطالة والطبابة التي تتسبب بعدم الاستقرار الاجتماعي ألصقت بالفرنسيين المسلمين والمهاجرين ونعدام الأمن تتخذها الطبقة السياسية من ساركوزي إلى أولاند ذريعة تخذي العداء للإسلام والإسلاموفوبيا المرصد الوطني سجل العام الماضي أربعمائة اعتداء إسلاموفوبي فأر للعمليات الإرهابية أو رفضا للنازحين المرشحون مقابل مارين لوبان ربما تواجههم أزمات تراجع الجمهورية عن منظومة المساواة للحقوق وهي أعمق من مواجهة لوبان دكتور قاسم كيف تفسر التأييد الذي تلقاه المرشحة مارين لوبان هو نتاج ماذا؟ هل هو تعبير عن أزمة هجرة؟ تعبير عن أزمة مجتمع؟ تعبير عن أزمة ربما الوضع الذي يعيش هو المسلمون أنفسهم كان في داخل أوروبا أو كان في خارج أوروبا من أزامات وأيضا انتشار تطرف وما إلى ذلك؟ هو تعبير عن مجموعة أزمات دفع واحدة ولا يمكن أن نعزوها إلى أزمة واحدة هنا وأزمة واحدة نأخذها بالمفرق لكن بدرجة الأولى المسؤولية عن هذه الأزمة بالذات هو الدولة الفرنسية أو الدولة الأوروبية التي كانت فيما سبق قادرة أن تنظم الجماعات الثقافية أو حتى الجماعات العرقية بالتعايش بشكل لا تنفجر هذه الاختلافات بل على العكس من ذلك هذه الاختلافات كانت تغني الدولة وتغني المجتمع وهي كانت كذلك في فرنسا بشكل أو بآخر يعني الإسلاموفوبيا أولا الإسلاموفوبيا هو تعبير ممكن يأخذ على وجهين يعني من يحارب الإسلام والمسلمين هو إسلاموفوبي ولكن من يحاربه يتهمه بالإسلاموفوبيا بهذا الشكل يمكن أن تأخذ يعني هناك جمعيات كثيرة لمحاربة الإسلاموفوبيا من وخاصة ببريطانيا وتاريخيا كان هناك أعلام كثيرة وأعلام كبيرة دافعت عن الإسلام بنفس الوقت الذي كان هناك فئات أخرى تهاجم المسلمين وتحط من قدرهم ومن حضراتهم طبعا لن نعرض بالتفصيل ولكن ممكن أن نلفت النظر إلى شهير جدا علامة اسمه جوستاف لبون أو مؤخرا مكسيم ردونسون الذي أصدر كتاب 1980 عنوانه الإنبهار بالإسلام وطبعا يدافع عن وجهة نظره لكن هذين الطيارين المتعايشان في القديم نحن أمام مرحلة جديدة هذه المرحلة الجديدة العامة المعممة سواء بفرنسا أو بأوروبا على ماذا تستند تستند على تحول في دور الدولة تغيير في دور الدولة وتلقى صدن في الشارع الفرنسي تلقى صدن في الشارع الفرنسي وتلقى صدن في كل مكان بأي معنى؟ بمعنى أن الدولة التي كانت تنظر إلى الناس كمواطنين عندها كانت تنظر إلى الناس كمواطنين أصبحت تنظر إليهم كهويات ثقافية هذه النظرة هي نفسها لدينا في العراق في سوريا عندما تأتي لتغيير هذه المنطقة ماذا تقول؟ تقول الكيانات الطائفية الشيعية والصينية ويتحدثون علنا بدون مصحة القصد هو أن الشيعة مختلفين عن السنة ومتحاربين يجب أن يكون لهم كيان سياسي أو دولة سياسية هذا هو أمر الواقع المنقول من الدول الغربية بما أصبحت علي هذه الدول الغربية هي تنظر إلى المواطن من لون معين أو من ثقافة معين أو من معتقد معين على أنه خطر وهذا الخطر يجب إبعاده عن فرنسا ووضعه في بلاده في دولة أو في كيان سياسي طائفي مذهبي سني شيعي إلى ما هناك لكل حال أيضا للإعلام ربما يكون دور مؤثر جدا حتى في هذه الانتخابات على تركيز على هذه النقطة سنتحدث عنها دكتور قاسم ولكن مشاهدين تبلغ نسبة المسلمين في الجمعية الوطنية الفرنسية نصفا في المئة المطالبات بتعزيز دورهم وحضورهم في فرنسا اصدمت أخيرا بما يسمى بالإسلاموفوبيا فكيف سيواجهون وما هي خططهم ومزاجهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المنتظرة حيث ينضم إلينا الآن مباشرة في سيدو أزميل عبدالله ظاهر عبدالله أهلا بك ما هو وضع المسلمين في هذه الانتخابات وضع المسلمين يبدو أن تأثيرهم ليس كبيرا هم يمثلون فقط نصف في المئة من عدد أعضاء البرلمان فضل نتابع أهلا بكم يشكل مسلمو فرنسا القسمة الأكبر من مسلمي أوروبا الغربية وفي فرنسا يشكلون من نسبته من خمسة في المئة إلى عشرة من إجمالية عدد السكان البالغ ستة وستين مليون كما أن الإسلام هو الدين الثاني في البلاد بعد المسيحية الكاثوليكية غالبية المسلمين هنا من المهاجرين من دول عربية وأفريقية أبرزها الجزائر المغرب تونس دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وتركيا ورغم ذلك فأن تمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي لا يتجاوز نصفا في المئة إذ لا يوجد سوى خمسة نواب مسلمين من أصل 920 نائبا هذا التمثيل الضعيف يوازيه تهميش على مستوى الوظائف إذ جمعت دراسات عديدة على أن فرص مسلمي أوروبا في الحصول على مقابلة للعمل هي أقل بمرتين ونصف من فرص الفرنسيين من ديانات أخرى ولسيما المسيحية الكاثوليكية في تحقيق نشرته حول التمييز ضد المسلمين في فرنسا أشارت صحيفة لا تريبيون إلى أن المسلمين يشكلون في نظر الفرنسيين تهديدا ثقافيا لمبدأين رئيسيين وهما الأول فصل السياسة عن الدين والثاني المساواة بين الرجل والمرأة وفي دراسة نشرت في شهر أيلو سبتمبر من عام 2016 وتحديدا في خضم موجة الهجمات الإرهابية وقبيل الحملات الانتخابية أظهرت أن 46% من مسلمي فرنسا علمانيون تماما من دون التنكر لديناتهم لكن رغم ذلك تم التركيز أكثر على 28% من مسلمي فرنسا لمخالفتهم قيمة الجمهورية الفرنسية الدراسة خلصت إلى مجموعة توصيات في مواجهة التمييز ضد المسلمين كتعيين إمام للمسلمين في فرنسا وإنشاء هيئة رسمية متابعة أو تتابع أشياء الدينية والعلمانية والتعليم الإجباري للغة العربية في المدارس الرسمية عودة لك ملحم عبد الله شكرا جزيلا لك دكتور قاسم أعوذي لك من جديد بالنسبة لبقية المرشحين نحن تحدثنا عن مارينوبان بقية المرشحين كيف ينظرون إلى هذا الموضوع ظاهرة الإسلاموفوبيا أو محاولة تخويف إنجاز التعبير من الإسلام ظاهرة الإسلاموفوبيا مرتبطة بشكل أساسي بتراجع الجمهورية عندما نقول الجمهورية في فرنسا لها منظومة قيم أولها ضمان حق التعبير ضمان حرية المعتقد حرية الرأي وأن الدولة لا تأخذ بالناس بمظاهرهم ولا بلونهم ولا بثقافاتهم ولا بأعراقهم تتعامل مع كل الناس كمواطنين بالمساواة بمعنى هو تكافؤ الفرص إذا كان فقيرا تدعمه الدولة لكي يستطيع أن ينافس الغني هذه هي المساواة هذا الذي تراجع في فرنسا الدولة لم تعد مسؤولة عن ما يسمى الحقوق الإنسانية لم تعد مسؤولة عن العمل بالعكس هي التي تشجع على انخفاض العمل باستثمار القطاع الخاص لم تعد مسؤولة عن التعليم ويتهم المهاجرون بأنهم خربوا التعليم وهو عمليا المدرسة العلمانية المدرسة مدرسة الدولة قضت عليها الدولة لإتاحة الفرصة للتعليم الخاص كما يحدث في كل بلدان العالم ومن ضمنها بلداننا لكن الأكثر تهميشا هو الذي تلصق به كل موبقات الأرض وهذه الموبقات التي تتفاعل في فرنسا تلصق بالمهاجرين لكن مع ذلك مع ذلك ملحم 27% من الزيجات المختلطة في فرنسا اليوم هي زياجات مختلطة نصفهم زيجات بين الفرنسيين والعرب والعرب المسلمين دكتور الفكرة بهذه النقطة أصبحت واضحة أنا لدي سؤالان ولدي في الحقيقة وقت قصير جدا السؤال الأول في هذه النقاط التي تحدث بها ما هو دور الإعلام؟ الإعلام أكيد دور كبير جدا في التركيز على ظاهرة الإسلام وفوبيا الدور الذي يلعبه الإعلام إن كان مع هذه الظاهرة أو الاعتراض لهذه الظاهرة والسؤال الآخر في حال فوز مارين لوبان إلى أين تسير فرنسا فيما يتعلق بالإسلام وفوبيا؟ الأعلام هو أعلام سياسي لا يوجد أعلام في الفراغ أو مهمة فوق السياسة الإعلام في فرنسا وفي خارج فرنسا هو أعلام سياسي وبالتالي مقصوم هذا الإعلام عندما ظهر جون والد مارين لوبان الإعلام هاجمه بشدة لكن هاجمه لأنه تهم بأنه معاد للسامية لم يتهم بشكل واضح بأنه معاد للمسلمين هذا الإعلام اليوم يصوق مارين لوبان كما يصوق الآخرين وينقصمون بشكل أساسي بين ثلاثة مرشحين مارين لوبان وفيون وبشكل خاص يدعمون مكروم لأنه يمثل سياسة عامة سياسة المال والأعمال وأصحاب الصحف والإعلام هم من رجال المال والأعمال ثانيا إذا فازت مارين لوبان أولا أنا أستبعد أن تفوز في الدورة الثانية علينا أن ننتظر الأسبوع المقبل وقد تحصل مفاجآت وقد يكون فيون أو ميلونشو هو بالدورة الثانية وليس أحد مكروم بشكل خاص أو فيه علينا أن ننتظر أو مكروم علينا أن ننتظر نهاية هذا الأسبوع إذا فازت بارين لوبان كما فاز ترمب وعود وتمس هذه الوعود لا يمكن أن يمس شيئا بالمنظومة السياسية ولكن سيكون هنا التأثير كما حصل في الولايات المتحدة هذا التأثير يمكن أن يمس الأكثر فقرا الأكثر تهميشا وتاريخيا اليمين المتطرف والفاشية تبطش بالأكثر فقرا والأكثر تهميشا شكرا جزيلا لك الدكتور قاسم عز الدين محلل الشؤون الفرسية والأوروبية في قنانة الميدين شكرا جزيلا لك شاهدنا فاصل ونتابع من بعده رئاسيات 2017 بقسمه الإيراني ابقوا معنا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة مجددا اهلا بكم في رئاسية 2017 حسمت معظم الاطراف في ايران موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل يومين من موعد بدء الترشيح فيما مشهد المعركة ما يزال يحمل بعض التلبد بانتظار صدور اللائحة النهائية للمرشحين عن مجلس صيانة الدستور خرج ابراهيم رئيسي ببيان يعلن فيه رسميا ترشحه بعيدا عن اي مجموعات او تيارات سياسية بالتوازي كانت الارقام الحكومية بشأن حال الاقتصاد الوطني تملأ الاعلام تريد الحكومة القول انها اخرجت البلاد من نفق الازمات الاقتصادية بفضل الاتفاق النووي وخطتها بيد ان الخصومة يرون في ذلك محاولة دعائية في الوقت الضائع لرئيس لم ينجز ما وعد به في الوقت الاصلي وللنقاش معنا في السيدو الزميل علي هاشم محلل الاشئون الايرانية والاقليمية في الميدين اهلا بك علي اهلا بك علي اذا اعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس خبراء القيادة في ايران ابراهيم رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية الايرانية وقال في بيان له انه يترشح بعيدا عن اي مجموعات وتيارات سياسية رئيسي اكد انه واثق من ان اوضاع البلاد يمكن ان تتغير نحو الافضل وان الخطوة الاولى تكون بتأليف حكومة قوية تخدم الشعب وتحارب الفساد واضاف رئيسي ان ترشحه للانتخابات الرئاسية يستند الى خبرة اكثر من عقدين من التجارب الادارية ومعرفة بالمشاكل التي يعاني منها الشعب الايراني بمناسبة اليوم الوطني الايراني للتكنولوجيا النووية دشن رئيس الايراني حسن روحاني ثلاثة مشاريع نووية جديدة في محافظات قزوين والبرز ويزد روحاني اكد ان نسبة تضخم السلع الغذائية انخفضت بثمانين او ثماني في المئة منذ تسلمه السلطة عام الفين وثلاثة عشر الى هذا قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني علي اكبر صالحي ان ايران بدأت الاختبارات التقنية للجيل الجديد من اجهزة طرد المركزية اي ار ثمانية وفي شأن الاقتصادي قال حاكم البنك المركزي الايراني ولي الله صيف ان سيولة الاقتصاد تجاوزت الثلاثمائة والثلاثين مليار دولار في العام الماضي علي اهلا بك مجددا طبعا تصريحات لافتة لابراهيم رئيسي بعد اعلانه رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عندما يقول بانه غير مرتبط باي فئة من الفئات الحزبية انما هو مرشح الجميع هذه التصريحات الى اي حد توسع من حظوظ الرجل في هذه الانتخابات نعم ملحم اعتقد بان السيد ابراهيم رئيسي يحاول ان يقدم نوع من الطمأنة للجميع بشكل او باخر بانه لن يأتي الى هذه الانتخابات بعقلية الاصول الذي يريد ان يضع الاخرين على الهامش انما هو اتن بصفة اذا نجح في الانتخابات بصفة رئيس للجمهورية الذي سيحتضن الجميع من موقعه القريب من الجميع بطبيعة الحال هذا لا يغير امرا بان الرجل جرى تبنيه من قبل الجبهة الاصولية بدرجة الاولى وانه يمثل الاصوليين في هذه الانتخابات هذا الامر لن يتغير اللهم الا فيما يتعلق بما قاله انه سيكون على مسافة واحدة من الجميع هذه النقطة الوحيدة هذا الكلام طالما انه يعني معروف انه الرجل اعلن ترشحه بناء على دعوة من قبل الاصوليين المبدئيين اليه للترشح وهم يقفون خلفه صفا واحدا بطبيعة الحال اليوم هناك بيان انتخابي هذا البيان الانتخابي فيه الكثير من النقاط هذه واحدة من النقاط وفيه نقاط اخرى لكن بالنسبة لهذه النقطة بالتحديد الهدف منها كما اسلفنا الهدف منها القول بانه على مسافة واحدة من الجميع وانه حتى لو رشح من قبل الاصوليين فانه يجد نفسه في مكان ما بعيدا عن التيارات هذه محاولة ايضا لكسب بعض الاصوات ربما المتأرجح هذا على كل حال سيظهر في نتائج الانتخابات المقبلة توجيه الاتهام علي الى حكومة روحاني ربما يكون امر مفهوم ضمن المنافسة الانتخابية لكن هل هناك من دلائل قدمها ابراهيم رئيسي تدل على فشل حكومة روحاني يعني شهدنا في المقابل كان هناك ارقام رسمية قدمتها حكومة روحاني للدفاع عن نفسها في وجه هذه الانتقادات التي تتعرض لها من معظم المرشحين الاصوليين لكن بالنسبة لي ابراهيم رئيسي وهو المرشح المحافظ أو المبدئي الرئيسي في وجه روحاني هل من دلائل قدمها على هذا الفشل لحكومة روحاني يعني في هذا البيان قدم مجموعة من النقاط من ضمنها بأن هذه الحكومة كان فيها مشاكل إدارية كان فيها فساد كان فيها مشكلة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في البلاد وقدم نفسه بأنه يريد أن يحل هذه المشاكل لكن في هذا البيان لم يقدم ابراهيم رئيسي برنامجا للعمل إنما وعد أنه بعد أيام سيقدم هذا البرنامج لكن بشكل أو بآخر عندما نأخذ الجهة الأصولية في تعاطيها مع حكومة الرئيس حسن روحاني هناك انتقادات منذ بداية عهده انتقادات فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي بأن هذا الرجل جاء بمجموعة من الوعود ربما حوالي 74 وعدا لكنه لم يحقق من هذه الوعود اللهم إلا ربما 20% منها وهناك ربما 20% ثانية هو يعمل على تحقيقها بينما 60% من هذه الوعود لم يمسها لم يبدأ بالعمل عليها هذا ما تقوله الجهات الأصولية بطبيعة الحال في هكذا انتخابات الجميع يستخدم الأدوات الموجودة واليوم دولة حسن روحاني حكومة حسن روحاني هي حكومة صحيح أنها جاءت بالاتفاق النووي لكن الظروف الدولية لم تسمح لهذا الاتفاق النووي بأن ينعكس بشكل حقيقي على الداخل الإيراني ربما هناك استجمارة هناك انعكاس يعني بطبيعة الحالة هناك شركات كثيرة كانت منوعة في السابق الآن أصبحت في إيراني صحيح علي هذه الانتقادات التي وجهها رئيسي وأيضا يوجهها غيره من المرشحين المبدئيين لحكومة حسن روحاني إلى أي حد في الشارع الإيراني تلقى صدى؟ إلى أي حد هناك تأييد لهذه الانتقادات في الشارع الإيراني؟ يعني ما كنا نقوله الآن بأن الإنعكاس لم يكن على جيب المواطن الإيراني يعني بقي يشعر المواطن الإيراني بأنه لم يلمس هذه الأموال التي دخلت إلى البلاد بيده إنما ذهبت هذه الأموال إلى ربما مشاريع تنموية استثمارات خارجية مشاريع بعيدة للأمد لكن المسألة الوحيدة التي شعر بها حقا هي الثبات في الأسعار مثلا شعر بنوع من الاستقرار المالي في البلاد والذي ربما سيكون واحدة من الأمور التي ستجعل من خيار البعض حسن روحاني الاتفاق النووي بحد ذاته ألا يشكل رافع للرئيس حسن روحاني حتى ولو أن أثاره الاقتصادية لم تظهر بالشكل الذي كانت ترغب به حكومة حسن روحاني وكان يرغب به الشعب الإيراني بشكل عام هذا الاتفاق بحد ذاته هل له تأثير؟ هو سيف ذو حدين هناك حد إيجابي هناك حد سلبي الحد الإيجابي مرتبط بأن هذا الاتفاق أما نوع من الاستقرار الاقتصادي في البلاد وضع بعض المشاريع على السكة ربما يكون هو مفتاح للعديد من المشاكل التي يمكن حلها لكن في المقابل بروز رئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية الموقف الأمريكي الجديد من هذا الاتفاق التهديدات الأمريكية الشعور بأن هذا الاتفاق لم يعد مستقرا هذا الأمر أيضا قد يلعب بدوره ضد حسن روحاني ويقول بأن حسن روحاني البعض يقول وتحديدا القاعدة الشعبية للأصوليين ونخب الأصوليين بأن حسن روحاني تخلى عن بعض الأمور في البرنامج النووي الإيراني مقابل لا شيء هل تم استغلال هذا الأمر بالحدود الأقصى من القصوى من قبل المنافسين المبدئيين يعني خلال الأسبوع الماضية الحديث بشكل رئيسي كان عن هذا الموضوع الصحف الأصولية كانت بشكل معين تهتم بهذا الملف وإظهار هذا الملف لأنه ليس هناك من شيء إنما تحديدا بعد ظهور ترامب بعد انتخاب ترامب والتصريحات التي قالها حول إيران منذ تلك المرحلة كنا قد بدأنا بالدخول في مرحلة الانتخابات يعني بدأت إرهاصات الانتخابات وبدأ الضرب على الاتفاق النووي وعلى تأثيراته وعلى أنه لم يعد تلك إذا صح القول الدجاجة التي تبيض ذهبا لحسن روحاني إنما أصبحت بالعكس أصبحت ربما حمل عليه أصبحت ثقل عليه وعليه أن يتخفف من هذا الاتفاق ليصبح قادرا على المنافسة في زاوية معينة لكنه لا زال يحاول اليوم من خلال مرأيناه من أرقام تم إصدارها يعني اليوم مثلا رقم 330 مليار دولار من العملة الأجنبية أيضا منذ بعض بضعة أيام محمد بقر بن بخت المتحدث باسم الحكومة خرج وتحدث عن أن الميزان التجاري للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحتى ربما أكثر من ذلك للمرة الأولى الصادرات أكثر من الواردات وتحديدا الصادرات غير النفطية هذا الحديث عننا أيضا تطور التكنولوجيا النووية الإيرانية عن أجهزة طرد مركزية متطورة الجديد اليوم الحديث الذي كان اليوم في الاحتفال مستخدمة الآن في العمليات التخصيب عليه تبقى معنا لو سمحت مشاهديننا ننطق الآن لنقاش موضوع التنوع الديني في إيران فالمكونات المختلفة تتمتع بحرية كاملة في ممارسة شعائرها كما إن لهذه المكونات مؤسساتها وجمعياتها ومراكزها الخاصة بها تعتبر إيران وطنا للعديد من الديانات والمذاهب يمثل المسلمون الشيعة الغالبية فيهم إلى جانب الشيعة يأتي المسلمون السنة الذين يتمثلون في مجلس خبراء القيادة بثلاثة أعضاء وفي مجلس الشورى الإسلامي بثمانية عشر عضوا بحسب الأرقام المتوافرة فإن عدد المسلمين السنة في إيران بين سبعة ملايين وثمانية ولديهم آلاف المساجد أشهرها المسجد المكي في مدينة زاهدان ومسجد صادقية في طهران كما أن للسنة جمعية الإصلاح والدعوة التي تتبنى خط جماعة الإخوان المسلمين ولها العديد من المساجد تحت إشرافها المباشر أما الزرداشت واليهود والمسيحيون فهم بحسب المادة الثالثة عشرة من الدستور الإيراني من الأقاليات الدينية المعترف بها التي لها الحرية في ممارسة شعائرها الدينية فيما يتعلق بالوضع الشخصي القانوني والتعليم خاصة دستور الإيراني الأقاليات بخمسة مقاعد إثنان للأرمن وواحد للأشوريين والكلدانيين وواحد اليهود وآخر للزرداشتيين على أن يؤدوا اليمين الدستورية مستخدمين كتابهم السماوية على ثلاث مناطق في إيران يتوزع الأرمن أصفهان أذربيجان وطهران لديهم حزب سياسي هو حزب تشناق فيما يمثلهم عضوان في مجلس الشورى الإسلامي مرجعيتهم هي المطرانية في إيران لديهم عشرات الكنائس ولهم حوالي خمسين مدرسة خاصة أما الأشوريون فلديهم نحو تسعة وخمسين كنيسة في مدينة أروميا وست في العاصمة طهران الأرتودوكس لهم كنيستان الكنيسة الأرتودوكسية الروسية والكنيسة الأرتودوكسية اليونانية ولا تزالان تمارسان نشاطاتهما الدينية قضايا الزواج والطلاق والإرث بيد الكنيسة المسيحية باختلاف طوائفها كما أن للمسيحيين ما حاكم دينية تحكم بينهم أما اليهود فله في طهران عشرة معابدة ناشطة أهمها كنيس يوسف أباد وكنيس أبريشامي عام 2005 دشنا في طهران نصب تذكري جديد للجنود اليهود الإيرانيين الذين قتلوا خلال الحرب الإيرانية العراقية في أنحاء إيران استقرت شعوب مختلفة لها لغات وعادات وثقافات متنوعة كما هي الحال بالنسبة للكرد والبلوش والعرب وغيرهم نستعرض مع زميل عبدالله ظاهر المكونات العرقية المختلفة في إيران وتأثير ذلك على السباق الرئاسي عبدالله أهلا بك مجددا مجددا مساء الخير علي قبل قليل عبدالله كنا معك فيما يتعلق بموضوع الإسلاموفوبيا ونظرة السياسيين الفرنسيين تحديدا كي نعمم على المسلمين هناك وتأثير المسلمين أيضا في الانتخابات الرئاسية في إيران ما هي حظوظ وتأثير الأقليات والنظرة إلى هذه الأقليات أيضا الأقليات لعبون دورا رئيسيا وبارزا في تحديد اسم يعني الرئيس الإيراني المقبل ولسيما أنهم ينتشرون في المحافظات والأرياف وهم يدعمون عادة المرشح الأصولي المبدئي تضل عبدالله شكرا ملح أهلا بكم تكتسب الانتخابات الرئاسية الإيرانية أهمية كبيرة فهي تجري للمرة الأولى بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ بين إيران والدول الست وبعدما انتخب الإيرانيون العام الماضي برلمانا جديدا ومجلسا لخبراء القيادة تتكون التركيبة السكانية الإيرانية من الأعراق والقوميات والديانات المتعددة فهناك البلوش، العرب، الكرد، الفرس، الأذريون، الجيليكيون، اللور، البختياريون، التركمان والأرمن وأغلب هؤلاء يعيشون في إيران منذ أمد بعيد وكما يظهر هنا على الخارطة يركز وجود الفرس في وسط البلاد والعرب في الأهواز وبندر عباس والكرد بالقرب من الحدود التركية العراقية والبلوش تركزون في محافظة بلوشستان إضافة إلى الأذريين الترك واللور يبلغ عدد سكان إيران نحو ثمانين مليون الغالبية العظم منهم مسلمون والبقية أقليات مسيحية ويهودية وزرداتشية وتعد اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية تشاركها مجموعة من اللغات كاللغة التركية الأذرية والكردية والعربية التركيبة الأساسية للشعب الإيراني الفرس أولا الأذريون الترك ثانيا الكرد ثالثا ومن بعدهم يأتي العرب البلوش التركومان واللور تعد طهران كما باقي المدن في إيران ميالة إلى مناصرة وانتخاب المرشحين الإصلاحيين وهي الرافض الأساسي لأصوات الناخبين الإيرانيين رغم أن المبدأيين الأصليين لديهم حضور بارز في هذه المدن ويشكلون كتلة انتخابية وازنة تعد بقية المحافظات والأرياف مناصرة ومؤيدة لخيار المبدأيين الأصليين وداعمة لمرشحهم الذي يرفع شعارات مطلبية وشعبية ونسبة إلى نتائج الانتخابات الماضية فأن مرشح الأصليين يحظى بأكبر نسبة من الأصوات من محافظات الأرياف تحديدا طيار الاعتدال الذي يمثله الرئيس حسن روحاني يوصف بالنخبوي ويستفيد من دعم الطيارات الأخرى بخياراته لخياراته وتوجهاته السياسية وتحديدا الطيار الإصلاحي والمعتدلين في الطيار المبدأي الأصلي أخيرا يبلغ عدد الناخبين الإيرانيين نحو 55 مليون ناخب من أصل 80 مليون نسمة بينهم نحو 8 مليون و475 ألفا في تهران وحدها عودة إليك ملحم عبدالله شكرا جزيلا لك شكرا العودة إليك علي التنوع القومي والمذهب في إيران كيف يؤثر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يعني مسألة القومية تذوب في الوطنية بشكل عام في إيران صحيح أن هناك حضور للعديد من الإثنيات في أكثر من مكان نستطيع أن نقول حتى أن إيران نوع من كوكتيل الإثنيات وكما تفضل عبدالله بين تركمان وبين فورس وبين بلوش وبين أذر أتراك وبين عرب وبين كرد كل هذه الإثنيات لكن في نهاية المطاف هناك بلد اسمه إيران يعني هناك انتماء هناك هوية اسمها الهوية الإيرانية ينتمون بأكملهم إليها لذلك لا نرى بأن مسألة الخلفية الإثنية تؤثر في موضوع خيار الناخبين ولذلك يعني بغض النظر عن هذه التقسيمة الموجودة في البلاد بين أذر الترك وبين فورس وغيرهم لكن هذا الموضوع لا يؤثر في خيارات الناخب خيارات الناخب تذهب أكثر باتجاه المسألة السياسية والمسألة الاجتماعية والمسألة الاقتصادية من هذا المنطلق يختار الإيراني من يريد لرئاسة الجمهورية وليس من منطلق الأخرى لأنه لا يوجد كوتا على أسس قومية في إيران بطبيعة الحال ليست هناك كوتا لكن بشكل عام حتى التفضيلات لدى الناس لا ترتبط بأن هذا فلان مثل فارسي أو هذا فلان مثل كردي أو هذا فلان مثل عربي أو هذا فلان مثل تركي أذري يعني إلى آخره إلى آخره الأهم هو ماذا يقدم الأهم هو ما هو التوجه السياسي الذي يحمله الأهم هو ما هو المشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي يحمله ولذلك يعني دائما هناك هوية وطنية أقوى بكثير من الهوية الإثنية في هذه صحيح لكن هناك كوتا أيضا للأقليات خاصة في البرلمان الإيراني صحيح صحيح الموضوع خاصة أن إيران كما نشعر طبعا للمتابعين للسياسة الإيرانية هناك دائما إصرار من قبل السياسيين الإيرانيين أو النظام في إيران على أن يكون هناك أن تكون هذه الكوتا محفوظة لهذه الأقليات كيف يفسر هذا الموضوع وما هو أهميته يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية طبعا كان هناك نوع من التوجه من قبل الأقليات تحديدا المسيحيين اليهود لكن كانت الثورة منذ البداية الجمهورية الإسلامية منذ البداية عمدت إلى طمأنة هؤلاء هذه الطمأنة كانت أولا بإشراكهم في الدولة يعني اليوم مثلا في إيران نائب يهودي مثلا في البرلمان هناك ثلاثة نواب مسيحيين إلى جانب آخرين يعني هؤلاء عندما يكونوا في السيستم في النظام هم جزء من هذا النظام هناك نوع من إعطاء عدد النواب بحسب العدد يعني نسبة المسيحيين لنقل مثلا أنها ثلاثة أربع بما ليس لدي الرقم المحدد لكن مقابل هذه النسبة فهم لهم الحق بثلاثة نواب مثلا بالنسبة لليهود هم أعتقد حوالي خمسة وعشرين إلى ثلاثين ألف رغم أن القانون يقول خمسين ألف لكل خمسين ألف مواطن هناك نائب لكن اليهود أعطيوا نائب رغما أن عددهم هو أقل من خمسين ألف وبطبيعة الحال إلى جانب كونهم في هذا النظام بطبيعة الحال لكن المسألة الرئيسية أنهم رغم وجودهم في هذا النظام وجودهم أيضا ضمن دولة إسلامية إلا أنهم يستطيعون القيام بكل الطقوس التي يريدونها يعني مثلا بالنسبة للمسيحيين لديهم كنائسهم في طهران وفي المدن الأخرى تحديدا مثلا في أصفهان هناك كنيسة كبيرة جدا للأرمن معروفة اليهود أيضا يوجودهم موجود أيضا بالنسبة للطواف الإسلامية الأخرى نحن نعرف أن إيران هي دولة شيعية لكن السنة أيضا موجودون في إيران ممثلون في مجلس النواب هناك ثمانية عشر نائب من سني أيضا هناك ثلاثة من أعضاء مجلس الخبراء الذين يختارون المرشد هم أيضا من رجال الدين السنة لديهم حوزاتهم لديهم مناطقهم المسجد الكبير في زاهدان واحد من أكبر المساجد الموجودة في إيران إضافة إلى أن هناك دائما إشاعة تقول بأنه ليس هناك من مساجد سنية في طهران الأمر غير صحيح هناك مصليات سنية موجودة في طهران أكثر من اثنى عشرة مصلا موجود في العاصمة الإيرانية شكرا جزيلا لك علي هاشم محلل الشؤون الإيرانية والإقليمية في الميادين شكرا جزيلا لك شايدنا وصلنا إلى الختام شكرا على المتابعة وللمزيد يمكنكم متابعتنا على صفحات الميادين على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالعربية والإسبانية دمتو بغير